نظام الصحي للأكل ده في منطقة الأهمية إنه أول حاجه بيقلل الوزن ثانية حاجه بيقلل النسبة الإصابة بالضغط ثانية حاجه بيقلل نسبة الإصابة للسكر وبيقلل كلية الإكلسترول Mandal토 فبيقلل كل أمراض القلب والكور أو الأساس بتاع الأمراض القلب وقائمة أمراض القلب هو نظام الصحي للأكل فيه أنظمة كتيرة جدا جدا بس أسهل أنظمة هي أنظمة البحر المتواصل إذا هل هي الأنظمة اللي نحن ومشين عليها آسماك أسماك كتير؟ أسماك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع أو البقليات وخالي الدهون تماماً من اللحوم الحمراء أو الترانسفاتس أو الدهون المتحولة زي مثلاً فاست فود أو البطاطس المقرمشة أو الكلام ده كله المعمول في زيت كل ده دهون متحولة في منطقة الخطورة عليك الترانسفاتس دهون أو دهون متحولة دي دي أقصر أنواع الدهون مسببة لتصلب الشرق السلام يا رب الأسماك دايماً دكتور التغذية بينصح بالأسماك اللي هي اللي فيها دهون زي السالمون المكرال التونة السالمون والتونة موضوع أحسن أتنين أكتر من المكرال السالمون والتونة هم أحسن نوعين من السمك ثم هم فيهم دهون نهو يا دهب الدهون فيهم طبعاً غير مشبع طبعاً لحضرتك والدهون فيهم ما يعدينا أنواع للدهون زي مقطعك فيه ترانسفاتس وفيه دهون مشبع وفي دهون غير مشبعة غير مشبعة بس بولي يعني متعددة المشبعة الغير مشبعة تبعاً أقلهم النبل المتعددة تيجي بعد دهوم بلدك تيجي المشبعة وكاد تيجي متحولة الدهون المشبعة اللي فيها في السلمون وفي التونة دي حاجة مفيدة زي زيت زيتون في دهون بس مفيد نعم